السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعين وصبر قناة تعليم الكهرباء من الصفر في حلقة اليوم ان شاء الله سوف اتطرق الى الشرح تطبيق جد مهم لحساب الضوائر الكهربائية اذا بدون اطالة كالعادة رابط هذا التطبيق تلقوها اسفل هذا الفيديو اذا كي تدخلو الى هذا التطبيق يعني تحملوها تطبيق كي تحملوها تطبيق تخرج لكم الاقوناء الخاصة به بهذا الشكل كما راكم تلاحظو في هذه الصورة اذا نضغطو عليه كما راكم تلاحظو هنا تخرج لكم هذه الوجهة اذا هذا التطبيق يعني يقدر يستعملوه سواء محترف او كهربائي او يعني ليحب برك يعني الكهرباء اذا كما راكم تلاحظو مثلا نبدو في يعني عنوان الول يعني نقدرو نعرفو القيمة تاع المقاومة يعني من خلال الالوان الخاصة به كما راكم تلاحظو كيف تضغطو على هذا يعني الديتر كما راكم تلاحظو في هذه الصورة يعني تخرج لكم تخيروا هنا الالوان اللي عندها هذا التعكم او هذه المقاومة لهنا تعطي لك الخاصة للمقاومة الخاصة بك مثلا هذه المقاومة عندها ثلاثمائة وربعين كيلو اوم اذا هذا اعطيت لكم مثال فقط على هذه المقاومة على طريقة حساب المقاومات اذا مثلا نحبيت نشوف يعني قانون اه الاوم كما راكم تلاحظو في هذه الصورة نضغطو عليه اذا اللي هنا تبدل اه يعني مثلا عندنا اه خمسة مية وخمسة وعشرين مثلا اوم اللي هنا تقدر تبدل في الامبير يعني يدير لك حساب واحده مثلا ندير على كالكولي كما راكم تلاحظو قليك يعني اذا حبيت نحسب او فرق الجهد كي تكون يعني لا رزيستانس مثلا مية وخمسة وعشرين وعندنا الامبير تاعها يعني صفر فاصل اثناش يقول لك الاتنسيون تاعها يسوي خمستاش فورت اذا هذا يعني اه تكلمنا على قانون اوم مثلا يعني كين بزاف بزاف الاشياء اللي هنا اللي تقدروا يعني تستفدو من خلاله مثلا عندنا اللي هنا اه كما راكم تلاحظو في هذه الصورة يكلم على اللبوبين اذا اه كما راكم تلاحظو يعني اللي هنا غير ذلك من الاشياء في يعني فيما يخص الملفات اذا اه كما راكم تلاحظو يعني كين بزاف بزاف قوانين مثلا اذا حبيت تعرف على محرك كما راكم تشوفوه هنا اذا تقدر ايضا تشوفوه اذا اه يعني كين بزاف مثلا لزام بدانس يعني الملفات يكونوا ان سيري ولا ان طارلل يعني على التوازي وايضا على التوالي كيف اشتحسبوه اذا مثلا عندي يعني الملفات على التسلسل ندير لهنا اه اه ان دكتور ان سيري اه ضغط على هذا السهم بارك يعني تخرج لك ان سيري ولا ان طارلل كما راكم تلاحظو في هذه الصورة يعني كين ايضا على اه القوامات كين ايضا على المكثيفات الى غير ذلك من الاشياء اذا نكتفيوا بهذا نخليكم تكتشفوا وحدكم هذا الطبيق باش ما نتغلوس هذا الفيديو اذا الى هذا نقولكم اه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته للحلقة القادمة ان شاء الله